الحرب على الفساد عنوان المرحلة في تونس ملفات عديدة فتحت ومحاكمات طالت مسؤولين ومتنفذين الان تساؤلات تطرح حول امكانية المضي قدما في الحرب على الفساد في ظل تجميد نشاط هيئة مكفحة الفساد منذ اكثر من ثلاثة اشهر نوال المحمودي بات اسمها معروفا وقضيتها معلومة لدى الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية بلغت عن شحنة قمح مصرطان بميناء سوسة فتعرضت للتهديد بالتصفية الجسدية ولمحاولة تسميمها الى جانب اساليب التضييق التي باتت معروفة من ايقاف وتحقيق ومحاولات مختلفة من الترويع والتشويه بتهم كيدية ملف القمح المصرطان القمح الفسد هذه القضية اخذت اطوار عديدة بعد الحفظ ولكن الحمد لله القضية اربحناها في محكمة التعقيب بتونس على خلاف ما ينص عليه القانون من حماية للمبلغين عن قضايا فساد يجد هؤلاء انفسهم عزلا في مواجهة اخطبوط فساد معقد واحيانا يفقدون مهنتهم ودخلهم ويتهدد استقرارهم الأسري بالنسبة للحماية انا مريت منها حتى شيء مفهم ماش اولا انك افتصلت بهم ما عندهم حتى امكانيات حتى كي انا في اختارهم مفهم ماش حتى كربة بشي يطلع فيها ويجي يشوفك شنو الاختار اللي انت فيه حاجة اخرى انا نقلت من داري جراء الاعتداء وجراء الهرس اللي قاعدة تصير لي والتهديدات رغم هذيك نلقى اللي هدوا فيها هما يعرفوا وين انا نقلت نتحدث عن خسارة اليوم تقدر بمئات الف المليارات وقت للدولة غارق اليوم في المديونية وخربت السيادة امتحها وتم التفريط في مواردها الجبائية بصفة متعمدة ملفات عديدة لقضايا فساد يؤكد المبلغون عنها ان الدولة حجزتها في مقر هيئة مكافحة الفساد قبل تجميد نشاطها وفيها ذكر لجرائم من الحجم الثقيل وبالاسماء منها ما يتعلق بالامن القومي وبجرائم غسيل الاموال وبالفساد المالي والاداري لم تتم احالتها حتى اليوم الى القضاء عمد شتارة تونس الميادين